سيد محمد الشعالي رئيس مجلس إدارة غولف كرافت أهلا بك معنا على سي أم بي سي ومنور الكويت شكرا جزيلا وشكراكم على إتاحة هذه الفرصة للحديث نحن متشرفين بحضرتك جدا وطبعا دائما نحن كعرب دائما نكون فخرين جدا عندما يكون هناك براند أو مركة معينة عربية صناعة عربية 100% وتكون لها مكانة وسط كل هذه الصناعة العالمية فنتكلم أولا عن غولف كرافت تقييمها وسط صناعة القوارب في العالم كيف تقييمه؟ نحن والحمد لله استطعنا أن ندخل السوق العالمي عن طريق الحرص على الجودة وعلى النوعية وأيضا الحرص على السعر المناسب والكلفة المناسبة يعني الفلسفة غولف كرافت تقوم على الفاليو أو إعطاء القيمة للزبون اللي يشتري منتجاتها بحيث أنه دائما يشعر الزبون بأن المنتج الذي لديه فيه القيمة اللي دفعها تحت جميع الظروف ويعني العام الماضي كان تقييمنا السابع عشر ضمن الشركات العالمية المصنعة لليخوت في هذا العام انتقلنا إلى العاشر وصرنا من العشرة الكبار من الشركات العشرة الكبار المصنعة للسوبرية في العالم طبعا ما نتكلم عن اليخوت بشكل عام نتكلم عن اليخوت السوبر أو اليخوت الكبيرة اللي يتجاوز طولها 30 متر أو 100 قدم واستطعنا يعني من خلال هذا أيضا أن نجعل من الإمارات لأول مرة إحدى الدول العشر المصنعة لليخوت السوبرية في العالم واحتلت الإمارات المركز التاسع عالميا في صناعة اليخوت هنا أنت تكلمتي عن البراند ونحن يعني فخورين بأن نجعل مش من الشركة فقط ولكن من دولة الإمارات ومن منطقة الخليج ومن الصناعة العربية صناعة منافسة للصناعات العالمية التي سبقتها يمكن بمئات السنين والحقيقة الإمارات يعني ككل نجحت الحقيقة في تقديم براند نيمز طيران الإمارات أحد الأمثلة الواضحة اللي نحن في غلف كرافت نقتفي أثرها فإذا استطاعت الإمارات أن تتغلب على أغلب الشركات العالمية التي سبقتها بمئات السنين ليس فقط في تقديم الخدمة ولكن طيران الإمارات الشركة الوحيدة في العالم اليوم التي تصل العالم كله كل قرية وكل مدينة ببعضها فالإمارات هي الواصل الوحيد للأمثلة فالحقيقة ظروفنا في الإمارات أيضا كثير ساعدت في هذا يعني حايدك بكرتلي قبل اللقاء قلتلي أنه إحنا جزء من نجاحنا أن إحنا وجودنا في الإمارات تجايز لو ما كناش في الإمارات أو في أي دولة أخرى لم نحق كل هذا النجاح لا يوجد شك لأن الإمارات الحرية التجارية في الإمارات المنافسة الموجودة في الإمارات طبيعة التركيب السياسية لدولة الإمارات التي هي التركيب الاتحادية التي القوانين والأنظمة فيها نوع من المرونة بحيث تتيح للرجل المستثمر الرجل هذا أن يبدع فنحن نجد أمثلة كثيرة نتحدث عن الإمارات لكن ما نريد أن ندخل في عملية مدح النفس لكن نعتقد أن الإمارات قدمت للمنطقة والعالم أمثلة كثيرة ما يمكن أن يحتدى به في تطوير الخدمة تطوير المعاملة للإنسان تطوير المنتج تطوير النوعية ولا تستطيع أن تنافس أعتقد أن روح الإمارات هي تنفس عالي جدا عندكم روح تنفسية عالية جدا في كل شيء فأعتقد من هذه الروح قدرت أنكم تخلقوا براند زي ما حدك ذكرت تهران الإمارات جميرة أصبحت الآن أيضا تمثل براند نيم لا يقل بل بالعكس أعتقد أن نتفاق على كثير من الأسماء الأخرى العالمية نعم هو طبعا يعتمد أنت شو هدفك لما تبدأ أي مشروع يعني لما بدأنا هدفك لما تبقى نومبر وان لما نحن بدأنا في شركة الخليج لصناعة القوارب ما كان هدفنا فقط أن نصنع يخوتها ونصنع قوارب بي على كان عندنا هدف أن نصل إلى السوق العالمي ونكون أحد اللاعبين الكبار في العالم وأن نركز على الجودة بغض النظر معاناتنا كانت كبيرة وخسائرنا كانت كثيرة لفترة طويلة من الزمان فرصة النهارد من حياتك معنا تحكي لنا قصة غالف كرافت من أول خالص من أول تأسيسها والمراحل اللي مرت بيها لكي تصل لنا تكون من بيك تاني العشرة الأوائل في العالم أكيد فيه قصة يعني يعني هو لا شك أنه فيه قصة والقصة أنه كان فيه خلفها مجموعة من الشباب المتحمسين نتكلم سنة كم؟ نتكلم سنة 1982 واثنين وثمانين لكن الفكرة بدأت يمكن في واحد وثمانين لما بدأتنا نتحدث مع بعض كمجموعة حول الفكرة في اثنين وثمانين وضعنا حجر الأساس للشركة ويمكن الفكرة كانت طموح نحن أغلبنا كان راجع متخريجين من الجامعة وفي الجامعة تعلمنا مثاليات أكثر أهمية الاقتصاد والنمو الاقتصادي والصناعة وإلى آخر فكان فيه أفكار تدغلق أحلام الإنسان وإذا تتذكرين يعني نحن في السبعينات والثمانينيات كنا نأمل أن هذا الوطن العربي يوم الأيام بيصير يعني دول متحررة ودول صناعية ولا زلنا نأمل لكن في كثير من الأحيان يعني تم وقد الحلم بعدد كثير من على الصعيد العام لكن يظل الإنسان يحلم إذا فشل في الحلم على الصعيد العام يظل يحلم على الصعيد الشخصي على الأقل فكانت التحديات كبيرة لأن نحن نريد تأسيص صناعة في بلد غير صناعي وكانت المثبتات كثيرة لأن كل الناس أكبر عدو لك لما يكون عندك فكرة جديدة أن عدد المثبتين أكثر من عدد المشجعين وخاصة أهلك وخاصة أهلك وأصدقائك وكل من فالجميع كان يقول أن هذه فكرة لا تستطيع أن تأسيص صناعة وكيف تنافس العالم وإلى آخره ثلاثة ما كان في مواد أولية يعني سوق بالمرأة ما في عمال ماهرة المتخصصة في هذا المجال حتى السوق حتى الزبون الذي كنت تأمل فيه ما كان موجود بالشكل اللي موجود فيه واليوم فالتحديات الحقيقة كثيرة لكن الأسرار كان كبير والقدرة على التضحية كانت كبيرة فهذا العمل يعني هو كان عمل تشاء تجاري لكن كان تشن كان هواية لذلك يعني أنت ما تستغربين أن الناس يملكون شركة لمدة عشرين سنة ولم يأخذوا منها قرش واحدة إزاي يعني كل ما تربحوا كل العشرين سنة هذي كانت الشركة تستثمر تكبر تكبر فهذا لابأ أنتوا كنتوا كم واحد أولا نحن بدأنا كنا ثلاثة أو زاد ضافنا واحد كنا أربعة وبديتوا برأس مال قدي نص مليون درغم خمسمائة ألف وكنا ندفع رواتب الأمال لأننا كنا كلنا موظفين حكومة ندفع رواتب الأمال من رواتبنا وبدأتوا بقف مصنع فين يعني بالأول أكيد رحتوا زورتم مصانع نعم نحن زرنا مصانع في أمريكا وفي أوروبا واتفقنا معها يعني جبنا خبراء أمريكان في البداية اللي ساعدونا في وضع التصاميم لأن أسوأ شيء في الصناعة أن لا تعرف أسرارها تمام فنحن يمكن أكبر مكسب اليوم كسبنا هو معرفة أسرار الصناعة ويمكن هاي الشيء يعني أنا أقول دائما للي يريد يدخل في العمل الصناعي بشكل عام يعني أنه لابد أن يعرف أسرار الصناعة اللي بيعملها وإلا لن يستطيع أن ينجح أو يدير الصناعة بالاعتماد على خبراء أو بالاعتماد على مدراء أو على لن تستطيع أن تنجح صحيح لأن تكون نفسك صاحب رأس المال صاحب رأس المال وصاحب المعرفة والخبرة هذا هو الأساس ونحن الحقيقة أيضا يمكن محظوظين مثل ما قلت لك أن مشروعنا ولد في الإمارات فنمونا كان يجاري نمو الإمارات قطاع الخدمات في الإمارات كان ينمو بشكل جيد لساعدنا قطاع البنوك كان ينمو بشكل جيد قطاع التأمين قطاع النقل هذه كلها ساعدتنا في توفير المواد الأولية في توفير العضالة في التدريب في المعرفة تراكم المعرفة فالحقيقة ظروف كثيرة في الإمارات يعني أحد المكونات الأساسية أقول لك في الإمارات أن لو لا معرض دبي للقوارب والإخوة نحن ما وجدنا انتشار عالمي لأننا لم أكن أستطيع أنا صنع يخت في الإمارات وأنقل إلى أوروبا وأحرضها لكن هو قبلك العالم لي لكن هو جاب لي العالم إلى عندي ففي مجموعة من الظروف اللي الحقيقة بدأتوا في مصنع واحد الأول بدأنا في مصنع واحد نعم في إمارات عجمان سنة 82 كنت بتصنعه كم قوارب في الأول كنت نصنع يعني حوالي خمس أو ست قوارب في الشهر في البداية وكنت تبيعه للسوق المحلي في الإمارات كنت تبيعه للسوق المحلي وبدأنا في السوق الخليجي شيئا فشيئا الحقيقة يعني في قطر في البحرين في الكويت بس دايما المشاريع دي في أولها بيحصل فيها كبوة دايما بيحصل فيها في البداية تعصر لأن أنت بديها جديدة هل أنت مريتوا بالمراحل دي؟ بالتأكيد بالتأكيد مرينا أننا في أدة مراحل من التعثر يعني بعطيكي أول تجربة أول قارب صنعناه غرق أكيد ليس زنبكو زنب اللي كان بسوق لا اللي انكسر ثاني صجدنا وصلحنا ورغجة انكسر مرة ثانية ثم بعد فترة اكتشفنا أن أحد النجارين في المصنع أخذ القواطع اللي مفروض تركب في القارب واستخدمها في شيء آخر فبالتالي القواطع اللي ركبناها ما كانت هي القواطع الأصلية اللي جاي من المصمم إلى آخر فهذه التجارب كانت لكن اليوم اليوم أتكلم يمكن قوارب الخليج الحمد لله هي أقل يخوت في العالم أحداث يعني مع أن موجودة في كل بحار العالم في كل موانئ العالم أقلها حوادث خاصة حوادث الكهربائيات وإلى آخر اللي هي الحوادث اللي هي أكثر والحرائق وإلى آخر الحمد لله طب إنت في أي فترة أو أي مرحلة شعرتم أنكم فعلا نجحتوا يعني أنتم مريتوا من عنق الزجاجة وأصبحتوا لكم وجود ولكم تواجهة يعني نحن في 2002-2003 يعني بعد 20 سنة يعني بدأ نعمل استقرار لا أخبرك يعني سنة 2000 سنة 2000 نحن لم نستطع أن نبيع يخت واحد ليه ظروف كثيرة يعني أدواق الناس تغيرت نحن تخلفنا يمكن ما أعرف يعني ففي سنة 2001 بدأنا ريفايفل كامل هي السنة اللي نزلنا فيها أو بدأنا فيه التفكير في المجستيات أزبراند طبعا نحن نزلناها سنة 2004 وبدأ المجستيات أزبراند بدأنا التفكير في الإخوت الكبير بدأنا التفكير في الاستراتيجية السوق العالمي إلى آخره فيه أشياء كثيرة بدأنا أن نعدلها بس هي نفسها صناعة البوتس نفسها والقوارب اللاكشري أعتقد أنها مرت أيضا بتفرى زي كل شيء في العالم يعني فجأة فيه كده مرحلة معينة وأصبحنا نحن نتكلم على مستوى تاني من اللاكشري مستوى تاني من التكنولوجي مستوى تاني من الصناعة نفسها كان إمتى لو حيتك تتذكر في أي مرحلة يعني هي أنا أعتقد في المنطقة مع الطفرة النفطية يعني صارت أيضا طفرة أدواق يعني شراء السيارات الغالية أصبحت الأدواق أرقى الساعات الغالية صارت الأدواق أرقى لأن الدخول زادت صار عندنا طبقة متوسطة ما كانت موجودة يعني في الخليج عندنا طبقتين يعني طبقة فقيرة وأغلب الناس يمكن 95% وطبقة غنية محدودة جدا صار عندنا طبقة متوسطة الطبقة المتوسطة دائما تخلق نمط استهلاكي معين اللي هو النمط الاستهلاكي الأكثر استقرارا لأنها طبقة كبيرة فبالتالي هذه بدأت بداية دخول النفط السبعينيات أواخر السبعينيات بداية الثمانيات لما بدأ آثار النفط تظهر على الناس الصناعة العالمية نفسها دخل لها تغييرات كثيرة يعني كان أغلب الناس يأخذون اليخت للاستخدام العملي أكثر من اللقجري لتغيير صار لا الناس تطلب كل شيء لقجري سواء الانترتينمنت سيستم ليه موجود في اليخت لازم يكون أحدث شيء الأثاث الدكورات إلى آخر النابيجيشن أو الأدوات الملاحية هذه كلها تغييرت وتتغير كل يوم تتغير هل هل هو بذلك كنت أسألوا هل أنت تعتبروا أنها صناعة متحركة فاست موفين يعني تتحرك بسرعة وتتغير وتتطور مش بس في اللاكشوي لكن أيضا في أدوات الملاحة والتكنولوجي المستخدمة هل بيحصل فيها تطور سريع لازم تكون أنت مواكبه على طول طبعا طبعا إذا ما تواكب هذه الصناعة هذه الصناعة أولى المواد الأولية تتطور وهذا مهم جدا لأن اليخت مبني على الجسم الجسم داخله فيه أدة مواد يعني على سبيل المثال الفايبرغلاس اللي اليوم نحن نستخدمه في بناء هياكل الاخوت والقوارب هذه مادة جديدة يعني عمرها أقل من 100 سنة 80-90 سنة اختشفت في 1945 لكن مادة ما لها عمر مادة يعني عمرها حتى الآن ليس لها أمر افتراضي ثم نفس المادة تتطور نحن نسعى إلى إيش السعي نسعى إلى زيادة القوة وتقليل الوزن هذه المعادلة اللي دائما نسعى لها المعادلة الصعبة المعادلة الصعبة أنا أريد مادة أقوى بوزن أقل لأن كل ما قوة المادة وقل الوزن معناها استهلاك الوقود هيقل احتياجي لمحركات أكبر هيقل احتياجي للصيانة هيقل إلى آخره فهي تتطوره طيب أنا أريد أن أسألك عن يعني الكلفة الأكبر لصناعة الياخد بتذهب في أي عنصر من عناصر بس ولكن بعد الفاصل إن شاء الله نعود مرة أخرى في هذا اللقاء مع سيد محمد الشعالي رئيس مجلس إدارة شركة غالف كرات كنا نتحدث يعني الكلفة الأكبر في صناعة الياخد تذهب في أي عنصر هل في الأدوات الملاحية أم في الهيكل أم في اللاكشري الآن أصبح اللاكشري يعني هذه القوارب يعني لاكشري بوتس فتذهب في أي عنصر من هذه العناصر المكونات هذا أيضا يعتمد على طول أو حجم كلما صغر حجم القارب كلما صارت الكلفة الأكبر تعود للمحركات كلما كبر الحجم القارب تذهب الكلفة الأكثر إلى الانتيرير ديزاين يعني اليخت الكبير أغلب كلفته في التصاميم الداخلية لأن تصبح كلها تصاميم مكلفة جدا من تستخدم الذهب والرخام وأعلى أنواع الجلد وأنواع الأخشاب الأخشاب وإلى آخره فترتفع تكلفة التصاميم الداخلية بالنسبة للإخوت الصغيرة والقوارب الصغيرة ليه أقل من مئة قدم يعني أنت فترة رسالية لا أنا أتكلم على ثلاثين أربعين قدم الكلفة الأغلب في المحركات والمولدات طيب بالنسبة لللاكشري الرفاهية في القوارب يعني إيه أكتر شيء أنت شفته يعني يعتبر أكتر شيء رأيته مكون رفاهية في أي بوت يعني أنا شفت بوتس فيها سومين بولز شفنا بوتس فيها أعتقد في فشار من الشيخ مرة شفت بوت اللي هو الجلاس بوتم اللي هو زي الأكواريوم يعني في حاجات فاناتيكس كتيرة في صناعة البوتس حياتك إيه أكتر حاجة شفتها لفتة انتباعك إنها كانت يعني يعني أكتر شيء اللي يطلع الآن فيها اللاكشري هي الإضافات يعني مثلا قارب تفتح له بلكونات نفس جزء الجسم القارب يفتح ويشكل مجموعة من البلكونات أو المطلات على الماء طبعا هاي تحتاج عملية هندسية كبيرة وعملية ميكانيكية كبيرة لكن الكالاكشري هي يعني فيه ناس تنظر لها أنها ما لها داعي فيه ناس تنظر لها كججت يعني هذه الأشياء وفيه حركات غير محدودة يعني فيه أفكار غير محدودة قل لنا بعد هذه الحركات اللفتت انتباهك يعني اللفتت انتباهي مثلا أن حد عامل البيت اللي يختمذ البلة ما أعرفتي كيف يعني بطوابق متحددة شكل شكل بلة إلى آخر لكن يمشي كمدينة داخل اللفتت كنتوا بتقولي أن كنتوا أول ما بتديتوا كنتوا بتبيعوا أربع خمس بوتس في الشهر الآن بقى بتضحك حديثك الرقم تغير نعم طبعا إحنا وصلنا نبيع أربعمائة قارب في السنة ونبيع حوالي خمسين ياخت في السنة يعني وصلنا يعني أكبر السوق ليك وأنتوا طبعا بتبيعوا في كل المنطقة الخليق أكبر سوق ليك وفين طبعا لازال الإمارات أكبر سوق بحكم أننا نحن موجودين في الإمارات والكويت أعتقد أنه والكويت ثاني أسواقنا بعد الإمارات لكن طبعا سوق الإمارات يختلف لأن سوق الإمارات نحن نبيع للداخل وأيضا الناس اللي تشتري لعادة التصدير يعني عندنا كثير من الناس تشتري في الإمارات لكن تقوم بعادة تصديرها يعني يتبيعوا في أماكن خارج منطقتنا منطقتنا؟ نحن عندنا 45 موزع في الصين في أستراليا في الولايات المتحدة في فرنسا إسبانيا في النروي في روسيا في كل مكان نحن عندنا موزعين طب خارج منطقة الخليق في الخارج مين أكبر سوق ليكم؟ اليوم نحن أكبر سوق عندنا أوروبا طبعا يعني البحر المتوسط في فرنسا إيطاليا إسبانيا دي كمان أكبر منافسة ليكم؟ وهذه أكبر منافسة ونحن نعتقد هناك يتم الحقيقة مثل ما تقولي التحدي الأكبر أن نحن إذا قدرنا نبيع في سوق البحر المتوسط حيث الإيطاليين والفرنسيين والألمان وهذا موجودين في المنافسة فنحن إذا نقادرين على البيع في أي سوق آخر إذا نستطيع أن تقوم بإماراتك نستطيع أن تقوم بإماراتك بالنسبة لسوق الخليق أنتو غالف كرافت الحصة السوقية ليك وقد إيه؟ نحن والله يعتمد يعني عندنا 50% في الإمارات وعندنا تقديراتنا في الكويت عدد الإخوت والقرارب حسب ما يخبروني الأخوان في الكويت اللي موجودة في المراسل الكويديا حوالي 70% منها إلى 80% من غالف كرافت من غالف كرافت نعم ونحن الحقيقة أيضا نقتنم هالفرصة لأن نشكر زبائننا في الكويت لأن الحقيقة هم دعمنا الأساسي وسندنا يعني لم نكن نصل إلى العالمية لو لا زبائننا في الإمارات وفي الكويت وفي القطر وفي البحرين وفي عمان وفي السعودية هذي لهم أساسنا اللي وصلونا للعالمية يعني أنت لا تستطيع يقول المثل الأمريكي لا تستطيع أن تكون شركة عالمية إذا لم تنجح في الداخل طيب إنتوا يعني إيه رؤيتكم للمستقبل إنتوا عايزين تصاروا لحدثين حيثك ذكرتلي أنك من أول ما أسستوا هذه الشركة لم تأخذوا منها أي أموال كل الأموال اللي جانيتوها وضعتوها تاني للتوسعات فأنتوا يعني عايزين تروحوا فين بعد كده؟ نحن عايزين الشركة كأصحاب الشركة اللي أسسناها أنتوا نفس اللي بديتوا نفس ما؟ لا تغيرنا صار عندنا تغيرات ناس خرجوا ناس دخلوا الهدف أن نجعل غلف كرافت يعني أنا سئلت هذا السؤال قبل سنتين فقلت هدفيا أن أجعل غلف كرافت أحد الشركات العالمية العشر وأورادي تحصل لازم تدور على حاجة فأحد الأشخاص جاني قبل أسبوع وسألني نفس السؤال طي والحين شو تريد؟ قلت لي بقولك الخمس لكن بتقولي مبالغ فخلني ما أقولك أحسن الهدف اللي نسعى لنحن أن تكون شركة الخليج لصناعة القوارم أن تستمر بنفس القوة وبنفس الزخم بعدنا نحن وأن يأتي الجيل الثاني اللي يحمل هاي الرسالة وأن تتحول هاي الشركة إلى شركة عامة مساهمة عامة حتى نضمن لها الاستمرارية والحياة لأننا نحن ما نريد أن يكون أمر الشركة محدود بأعمارنا أنا كنت دا السؤالي التانية متى ستفكر في طرح هذه الشركة؟ لا نحن الفكرة موجودة والقناعة موجودة بس الحالة دي لازم هتوزع أرباح ما ينفعش لا بده طبعا هو نحن خوفنا نحن بدأنا قبل ثلاثة واربع سنوات في التفكير لكن صار في قلق عند الجماعة من أن الذهاب في الاي بيو أو بوبليك بيكون في محدودية في قدرتنا على الحركة وعلى الانتاج وعلى الإبداع تعرفين لما يصير شركة عامة غير عما يكون أصحاب هاي يتعبون هتبقى بيوزنس than passion هذه المشكلة لكن إن شاء الله بنوصل نحن نفكر في نوع من التوازن نبقي الباشن ونبقي البزنس يعني في نفس الوقت والمهم يا سيدتي في الموضوع أن تبقى هاي الشركة رمز ومثل يحتدى في أن يمكن إنشاء صناعة وطنية عربية ناجحة ونريد أن يقوم الآخرين بالاستفادة من تجربتنا لإنشاء صناعات أخرى ما بالضرورة في مجال الإخوة والقوارب في أي مجال لأن إيماننا الأساسي اللي بدأنا فيه كأربع أشخاص هو أن الصناعة هو مستقبل هناك عرب وكخليجيين ومستقبل أي دولة لن تستطيع أي دولة أن تقتح بالمستقبل إلا إذا أصبح الدولة الصناعية ومع الأسف طبعا حائقنا الكبير نحن وأقولها بصراحة أن الحكوماتنا لا تؤمن بالصناعة يعني سألتيني شو معوقاتكم هذا أكبر معوق طبعا نحن في غلف كرافت لم نعتمد في تاريخنا لا على دعم حكومي وعلى حماية حكومية وسئلت أدة مرات خلال هالسنوات لماذا لا تطلب حماية حكومة على الأقل حتى تنافس قلت إذا الحكومة حمتني في الإمارات من يحميني في العالم لا يستطيع أحد يحمي فأنا لا أعتمد على نفسي من الآن حتى أستطيع أن أنافس في العالم سيد محمد الشعالي أنا أشكر حيثك جدا على هذا اللقاء أنا استمتعت جدا دي وأرجو نحن نقلنا تجربة فريدة ونكحة لكل مشاهدين سي أم بي سي في كل مكان وأنا أتمنى أن تتكرر هذه التجربة شكرا الله يبارك أنا أشكر سي أم بي سي وأشكرك على تحت هذه الفرصة ومثل ما قلت لك المهم ليس الأشخاص أو الشركات المهم أن تكون هذه التجربة تفيد الأوطان إن شاء الله إن شاء الله شكرا اشتركوا في القناة